السلام عليكم فيديو ديال اليوم غد نديرو على واحد الموضوع مهم جدا بالنسبة للناس ديال المنطقة الشرقية وبالنسبة بالخصوص ناس مدينة وجدة ناس مدينة وجدة هذي يعني اسابيع وإلا ما قلناش هذي اشهر وهي كتعيش على وقع الاضطرابات ديال التزود بالمياه من قطاعات متكررة بالخصوص في الفترة المسائية الناس مجموعة ديال الناس كيتشكوهم أنهم ما عندهمش الماء ما كيلقوش الماء في الصنابير ديال المنازل ديالهم الناس ديال الوكالة المستقلة التي توزيع الماء والكهرباء هذه هي الجهة المسؤولة على توزيع ديال الماء في مدينة وجدة قالت في واحد البيان هذي هذي مدة يعني شهر تقريبان ولا اكتر قالت بأنها غدي توقع اضطرابات ديال التزود بالمياه علاش لأنها ما كينش الماء بكل بساطة ما كينش الماء الكافي باش أنها هيكون تزويد طبيعي بالنظر للحالة ديال الجفاف اللي كان عيشوها على المستوى المنطقة الشرقية وعلى المستوى المغرب ككل اليوم هذي النقص اللي كان عيشوه هو نقص الكبير مهويل في الحقيقة مدينة وجدة مثلا كانت تزود بالمياه من سد مشرح مادية وأيضا من الآبار الجوفية من المياه الجوفية من الأثقاب المائية اللي كينا في مدينة وجدة اليوم حسب المعطيات اللي كينا أن الماء مبقاش يجي نهائيا مبقاش تزود وجدة بالمياه اللي جاية من مشرح مادية بكل بساطة علاش لأن مشرح مادية ما فيش الماء إلا رجعنا الإحصائيات والأرقام اللي كينا اللي كتخص حقينا ديال السدود أنا نلقا بأن مشرح مادية فيه يالله واحد تبعاء أو 8% من طاقة الاستيعابية دياله بمعنى واحد نقص واحد نقص مهول جدا في المياه السطحية في المياه المخزونة في هذا السده دا واللي بالملاسبة ما كيزوجش غيمة توجده كيزود مناطق أخرى في المنطقة الشرقية مدن في المنطقة الشرقية بمعنى أزمة ديال المياه هي أزمة عامة للمستوى المنطقة الشرقية وربما في الأيام والأشهر القادمة قد تكون أكثر حدة بالنظر إلى واقع الصيف واقع الاحتياجات ديال الناس خلال هذه الفترة هذه وأيضا استمرار حالة ديال الجفاف فعلا كانت أمطار في الفترة الماضية ولكن هي مهمة أكيد أنها مهمة وغاية تنفعناه في الفرشة المائية وحتى المستوى المياه المخزنة ولكن هي غير كافية بالنظر إلى الخصاص المهوي للخصاص الكبير اللي كان عيشوه كما قلت الأزمة هي أزمة عاويصة جدا واليوم نحن في مدينة وجدة نعتمد على الأثقاب المائية نعتمد على الفرشة المائية ديالنا اللي عندنا هنا في مدينة وجدة وبالتالي الوكالة تكون بحاجة إلى ملء الخزانات ديالها وهي تضطر ما يضطرها إلى قطع المياه باش أن هذه الخزانات تكون ممتلئة باش أن يكون توزع على الأقل في شروطه أو في حدوده الدنيا علاش احنا وصلنا لهذا المستوى؟ علاش وصلنا لهذا المستوى؟ احنا مغادش نقولوا بأن وصلنا لهذا المستوى لأن الناس كيضيعوا الماء ولأن الناس كيستهلكوا الماء هذا إلا جينا نتكلموا بهذا المنطق هذا فقط قد نكونوا بغينا نلقيوا باللائمة على الناس على المواطنين ونلقيوا باللائمة على الناس ربما اللي أغلبيتهم مواعيينش بالأهمية ديال الماء فعلا كينضايع ديال الماء فعلا كين الهضر ديال الماء فعلا كينشوفوا الناس كيسيقوا منازل ديالهم بتيو ديال الماء كيضيعهم ولكن يجب أن نعرفه بأن الاستهلاك المنزلي هذا الاستهلاك الذي يبانينا بأنه حض دياعة كبيرة هو لا يشكل إلا 12% من الاستهلاك الفلاحي أو من الاستهلاك العام لأن الاستهلاك العام ككل في المغرب ككل هو استهلاك في المجال الفلاحي بمعنى الإشكال التي لدينا بالإضافة للجفاف بالإضافة للحالة للتغييرات المناخية اللي كتعرفها البلاد وكتعرفها العالم وكتعرفها الكرة الأرضية من الإضافة لكل هذا هناك الخيارات الفلاحية اللي ما كانش أبدا في مستوى يعني الحفاظ على الثروة المائية دينا لأننا احنا درنا مواد وهذا شي قلت وكان عاوده درنا مواد فلاحية زرعنا مواد فلاحية منتجات فلاحية اللي موجهة التصدير واللي كانت كتستهلك الماء درنا الماطيشة درنا تدليع يعني مواد فلاحية اللي كتصدر اللي كتصدر وكتستهلك الماء بكيمية كبيرة في حين أنه كان ممكن أن الخيارات دينا تتجهي إلى خيارات ناجعة واللي كتحفظ لنا الأمن الغذائي دينا وكتحافظ في نفس الوقت على الفرشة المائية وعلى المتدخرات دينا المياه دينا ولكن اليوم احنا يمتدى بزين نغيع الماء باش نشربوه باش يكون عندنا المياه في الصنابير دينا المنازل دينا فبالأحراء أننا نوفرها للنشاط الفلاح الإشكال أيضا هو أننا مدرناش مجهود كبير في الحقيقة على المستوى يعني إبداع الأفكار وإبداع الحلول اللي ممكن نواجه بها أزمة مثل هذه الأزمات نحن عاد نحن عاد اليوم نطلقنا في واحد المسلسل دينا يعني محطات دينا تحلية دينا المياه ما عرفتنا بالضبط علاش في المنطقة الشرقية مثلا لحدود السعام ما بدتش أشغال محطة من محطة دينا تحلية دينا بحل أقادير بحل مجموعة دينا المناطق في حل أننا نحن ربما أولى بأنها تكون هذه المحطة دينا في منطقة دينا السعيدية على اعتبار أننا نواجه اليوم أزمة دينا العطش نواجه أزمة دينا التزود بالمياه يعني هذه الأزمة واقعة اليوم ما شيء كنتنتظر ولا خصنا وقت باش نحسوا بهذه الأزمة وبالتالي فكان من الأولى أن هذه المنطقة الشرقية تكون من المناطق اللي مستهدفة بهذه الحلو مع أن هذا الحل هذا هو كيف يعرف الجميع هو حل يعني مكلف من ناحية المادية حوالي عشرة درهم باش تنتج واحد الميتر كويب دي المياه المحلات يعني واحد الإمكانيات هائلة جدد ولذلك أنا قلت دائما أن التدخلات دينا خاصة تكون تدخلات معقلنا وبالخصوص بالخصوص على المستوى الجهة وعلى المستوى وزارة الفلحة والقطاعات الإنتاجية ذات الأهمية وذات الإمكانيات المالية المهمة اللي ممكن عن طريق التوظيف ديالها تصنع لنا الفرق الكبير وبالتالي فالتدخلات يجب أن تكون في هذا الاتجاه وأن نعقلنها وأن التدخلات تكون وفق الحاجات الضرورية الأولويات لا يبدو من تحديد الأولويات ما يمكنش اليوم تكون عندنا أزمة ديال العطش وعندنا أزمة ديال الجفاف والناس تتعاني في النجود العليا والناس هاجرت والناس خرجت وطواطل الخيام ديالها وبعد الشياء ديالها ونجيو اليوم نديرو حواج وأنشطة اللي نخسر عليها فلوس وما عندها وقع حقيقي يكون عندها وقع يمكن ضرفي يمكن يعني غير لحظة ولكن الوقع البعيد الوقع اللي غيخلي الناس مثلا تعطالينا حل من الحلول باش اننا نواجه ازمة ديال العطاش ما كينجي فيعلان كينجي مجهودات حينما ما كان نبخصوش من مجهودات ديالناس كينجي مجهودات ولكن هذي المجهودات دائما كتجي بعد ما كيتدخل الملك بعد التعليمات الملكية يعني المسؤولين ديالنا في شي مرات كنحسوهم بأنه خص دايما تنزل عليهم العصاء وينزل القرار باش عادي الموضو يتحركوا في حين انهم كان خصوهم يبادروا اولا وميخليوش يعني الامور توصل لها الموصل هذا وبالتالي احنا كما قلت كان يعني هذي المبادرة مثلا ديال توفير المياه للمنطقة الشرقية اللي خصوص لها واحد المليار اكثر من المليار ديال الدرهم هذي يعني خطوة مهمة ولكن احنا مبغيناش غير حلول الضرفية لان مليار جزء المليار غدين نصرفوها في حلول معينة غنزودوا عام عامين غدين نفكوا اشكال الضرفية ولكن خصنا على مدى الطويل لذلك قلت بان من الحلول المبتكرة ربما هو قضية ديال تحلية المياه مع ان القضية ديال تحلية المياه في العديد من الدول هي قضية باشتراك الجامعات وبياشتراك البحث نعم شكرا لكم واتمنى انكوا تبرتجوا هذا الفيديو وضغطوا جرس ليصلكم كل جديد الى لقاء اخر تحياتي لكم